أعزائي من واصل دراستنا من مدينة أفسوس القديمة عن البركات الروحية خلينا أقول شيء ثالث محيط هذه البركات البركات الروحية مكتوب عنها في السمويات فهذا يشمل كل شيء فالله هو الإله الغير محدود هو مال السموات والأرض فالحياة المسيحية محورها السماء يعني صحيح أنه الإنسان بيتمشى على الأرض حتى يكون بركة للناس لكن محور هذه الحياة هي السمويات لأنه جنسيتنا هي جنسية سموية أصبحت المواطنة مواطنة سموية فالحياة المسيحية محورها مركزها السماء من خلال شخص الرب يسوع بعمل الروح القدس شيء ثاني عندما الرب دعانا وخلصنا وفدانا صرنا أبناء لله بالإيمان فهذا يعني أن أسماءنا كتبت في سفر السماء يعني الشخص الذي يؤمن بالمسيح اسمه اسمك اسمك يكتب في سفر السماء في سجل السماوي وهذا شيء جميل جدا هذا اندل على شيء بدل على التأكيد وعلى ضمان هذا الخلاص ووعد الله أنه لا يترك الإنسان ولا يقدر أحد أن يخطفنا من يد الرب كما قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونا بل قد انتقل من الموت إلى الحياة قال افرحوا بالحاري لأن أسماءكم كتبت في السماء أو في سفر الحياة ثم كمسيحي سلوكنا نحن مكتوب أن نطلب ما هو فوق حيث المسيح جالس طبعا في السماء فطلباتنا وتطلعاتنا وأمالنا وطموحاتنا وهدفنا كلها أمور روحية أمور سموية أيضا اشتركوا في القناة